مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تواصل مسيرها الخيري في خدمة العلوم الإسلامية والظروف الإنسانية وتثمير الأصول الفقهية هذا ما أفصح عنه في حفل سنوي للمؤسسة الذي أظهر تفاعلا مؤسسيا ومجتمعيا ساهم في إنجاح خطط ومرتكزات هذه المؤسسة الوقفية الخيرة في سلطنة عمان أشكر المجتمع كله على تفاعله مع هذه المؤسسة الخيرية وقيامه بالإسهام فيها والله تعالى لا يضيء أجرما أحسن عملا في نفس الوقت أشكر جميع المؤسسات الرسمية التي تفاعلت مع هذه الدورة وقامت بدورها في تأييدها وفي عضلها وفي شد أزرها وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم جميعا الخير ولأن مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تدعم طلاب العلم وتخدم العلوم أعلن عن مبادرة القرض الحسن لدعم طلبة العلم في سلطنة عمان من خلال توفير قروض ميسرة بدون فوائد وفق ضوابط الشريعة الإسلامية مع صحار الإسلامي لتسهيل الأعمال المصرفية في هذه المبادرة الحفل شمل توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات وتكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق وعدد من أعضاء الليجان والمتفوقين اللي هم أيضا خريقي بعض الدورات التدريبية التي قامت بها المؤسسة كما استعرضت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية أهم الإنجازات والمبادرات التي تم تحقيقها عبر خططها السنوية منها مبادرة الشراكة الوقفية ومنصة السهم الوقفي الخيري ودعم الصندوق الصحي الوقفي وبرنامج تعزيز الوعي الوقفي والبوابة العمانية للشراكة الوقفية والإسهام المالي في الظروف الاستثنائية قامت المؤسسة منذ اليوم الأول على بناء منظومة متكاملة ومستدامة للعمل الوقفي في سلطنة عمان وعمل المجلس على تثمير أموال الأوقاف وأيضا كذلك بناء لجان للعطاء وتمضي مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية في مواصلة ما رسم لها من أهداف خيرية نبيلة عبر برامجها المتنوعة إيمانا منها بضرورة التكامل بين المجتمعي والمؤسسات الحكومية مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية هي إحدى المؤسسات المعنية في سلطنة عمان التي تخدم الجوانب الإسلامية وتراعي الظروف الإنسانية وأيضا تثمير الجوانب الوقفية وصرفها في محلها محمد بن عمير الهنائي من جامعة السلطان قابوس الأكبر ببوشر محافظة مسقط